تشتهر وحة سيوى بملحها الصخرية الذي يعتبر سروة معدنية متجددة تسكن مناجم باطن الوحة فضلاً عن أشجار الزيتون التي يتم استخدامها في صناعة المنتجات التي تزين المنازل بأنامل ذهبية وصبر كبير وحرفية متقنة يحول هؤلاء الرجال الملح الصخرية وأشجار الزيتون إلى لوحات فنية مبهرة وأدوات للاستخدام المنزلية أبناء مدينة سيوى برعوا في تصنيع تلك الأشكال التي تزين المنازل والفنادق والمنتجعات البيئية بالواحة من ضمن هؤلاء عيسى عبدالله موسى وهو حرفي في صناعة الملح الصخري والأخشاب بواحة سيوى كان قد بدأ هذه الصناعة منذ أكثر من 25 عاماً صناعة الملح بدأتها في أواخر التسئينات فكان اكتشاف صدفة وبدأت بصنع الشمع كهدعي ليا والأصحابي والجيراني والفكرة بدأت تطلب فاتطورتها شوية شوية وجبت أعمالها اتنين ثم ثلاثة ثم بقوا أعمالها تراوح من 17 أفراد وبعدما تحولت صناعة منتجات المنازل من الملح الصخري إلى حرفة لعدد من أبناء الواحة تطورت الصناعة بشكل كبير وهو من عكس على الإقبال على اقتنائها من قبل المصريين والأجانب خلال زياراتهم للواحة الخضراء شغل في ملح الصخري وخشب أنا بداية شغل الملح كنت يعني أعلمت بنيت وعندي مجموعة كده بداية أتعلمهم بعدما أتعلمت بدأنا نعمل أبجرة ملح وحاجات حوامل شمع وبنعمل أطبق خشب وأبجرة خشب من الطعامة بالملح وتشتهر واحة سيوة بملحها الصخري الذي يعد ثروة معدنية متجددة تسكن مناجم باطن الواحة فضلا عن أشجار الزيتون التي تستخدم في العديد من المجالات ترجمة نانسي قنقر